السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم تأهل العداء الجزائري محمد علي قواند إلى الدور النصف النهائي لبطولة العالم داخل القاعة في مسافة 800 متر ابن الجزائر تمكن من الحصول على المركز الاول في مجموعته الاولى بعد ان قطعها مسافة في زمن دقيقة 46 ثانية و49 جزء بالمئة ويعد محمد علي قواند هو الجزائري المشارك الوحيد في هذه المسافة بعد ان غاب عنها سليمان مولا وجمال السجتي الذين يحضران لالعاب الاولمبية يذكر ان لقاء موعد الدور النصف النهائي لهذا السباق سيجرى هذا السبت بداية من الساعة الواحدة و30 دقيقة بتوقيت الجزائر ويعد محمد علي قواند من بين المرشحين ايضا للوصول الى الدور النهائي ولما لا نيل احدى الميضاليات الثلاثة وهذا لتعويض خيبة البطولة العالم في المضمار الماضية في بوطابست والتي خرج فيها محمد علي قواند من الدور الاول كما تتذكرون بالتوفيق لهذا العداء الواعد والذي سبق له في مرات سابقة وان نأب بطل العالم في دورة كينيا شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المتابعة